وهي مناسبة أيضا للتأكيد على عزم الحكومة لتهيئة كل الظروف والقيام بجميع الإصلاحات واتخاذ جميع التدبير الكفيلة بتنشئة جيل المستقبل وإعداده من أجل متابعة مسيرة التنمية المستدامة في جميع مجالات الحياة وفق نظرة استشرافية تتجاوز مرحلة ضمان الحقوق الأساسية إلى مرحلة التمكين في صناعة مستقبل أجيال القادمة سواء على المستوى الفكري والذهني أو على مستوى رعاية المواهب وتهيئة البيئة المناسبة للإبتاع والإبتكار وهو ما أكد عليه السيد الرئيس الجمهورية وكما لاحظتم جميعا فقد أفرد مخطط عمل الحكومة حيزا مهما لهذا جانب باعتباره أحد الركائز الأساسية للسياسة الاجتماعية للدولة يهدف خاصة إلى تعزيز حماية حقوق الطفل عن طريق تعزيز سلامته البدنية والقضاء النهائي على تشغيل الأطفال واستغلالهم في التسول باعتماد عقوبات قانونية صارمة ولهذا الغرض تم تخصيص فصل كامل لتعزيز رأس المال البشري تشترك فيه برامج العديد من القطاعات الوزارية وذلك خصوصا من أجل تحسين الرعاية الصحية وترقية آداء المنظومة التربوية والنهوض بالنشاطات البدنية والرياضية قد أعلنت على إلغاء امتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي لهذه السنة بعد دراسة الموضوع وبعدها كان انشغال تربوي وانشغال تعليمي وكذلك كان انشغال كل مختصين أولئك الذين لهم علاقة بصفة مباشرة أو غير مباشرة وكذلك أولياء التلاميذ وبالتالي بعد دراسة معمقة ومستفضة لجدوى هذا الانتحان تقرر أن لا يكون هذا الانتحان في هذه السنة على أن ترافقه يعني تكون هناك إجراءات أخرى لإجراءات كثيرة بيداغوجية ومنها كذلك تعديل تواريخ امتحانات اختبارات سنة الخامسة ابتدائي في الثلاث الثلاث وهذا بعدما تم حذف هذا الانتحان بالنسبة لهذه السنة ويفقناد عبد الحكيم بالعبد ذاكين أديم وداخيران التوصيات إنما هلان ترافقه إفدي غاف ثمان ويذي قدشن ذاكو حريشاكي ويرناد ذاكين نديليان ثمغلي ذاكو إنين طاران سيقو فراني زري سأعطي تعليمات وسأسائل كل ولاية وكل مدير على وضعية التكفل بانشغالات وقضايا كل مستخدم قطاع التربية الوطنية وكذلك أليح على ضرورة استقبال كل الشركاء المجتمعيين المعتمدين لدى قطاع التربية على المستوى الماحلي والتكفل بانشغالهم كذلك سننظر في وضعية ربما بعد الهياكل التي تكون قطلتها أضرار بجراء هذه الظروف المناخية التي نمر بها وهذه الأمطار وفي معلومات التي هي بحوزتي لم تتسبب في تعطيها هذه الأمطار لم تتسبب أبدا في تعطي الدراسة في أي ولاية لكن احتياطا واستيباقا سنرى وسننظر ولاية بولاية إذا كانت هناك وضعية تطلب التدخل فسوف لنتأخرها وانساليون استثفالي احتراض الولايات الانعامة أفدون تمهلتن والقاضون وزمور عند انتظران اللوي ذوق سافراجيان السل اللوي انوزون الزمرين نانا تلقامين سجوجة لفئه كتارا سكسين تسعمية ويذيتم الدن الغلا سيد علي مطماطي عرفت شعبة الزيتون على مستوى ولاية النعامة تطور من الحوض وتوسع في المساحة التاعها حيث أن المساحة المغروسة حاليا على مستوى الولاية تقدر بألفين هكتار منها تسعمية هكتار زيتون منتج والإنتاج المنتظر خلال موسم الجيني هذا العام سوف يكون بين خمسةاش ألف حتى تمنتاش ألف قنطار تاع الزيتون تقدر المساحة الإجمالية المغروسة ببلدية عسلة لأشجار زيتون حوالي مئة وستة هكتار بما يقارب ربعة وربعين ألف وربعمائة شجارة منها ستة وتمانون هكتار منتجة بما يعادل لربعة وثلاثين ألف وربعمائة شجارة سوف يقارب ربعة وربعمائة شجارة بما يعادل لربعة وربعمائة شجارة شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا